أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان تأملي اليوم كتير كتير مهم بعنوان من للرب فإليه هذه كلمات قوية قالها نبي الله وكليم الله موسى قالها للشعب إسرائيل في البرية وسياق الحديث أحبائي يعني مهم جدا موسى كان موجود مع الرب على جبل سيناء وهناك كان لمدة أربعين يوم وأربعين ليلي والرب أعطاه الوصايا العشر على اللوحين وبعدين الله طلب من موسى أنه ينزل إلى أسفل الجبل لأنه الشعب قد زاغ وابتعد عن الرب فابتدأ موسى يصلي ويتشفع للرب قبل ما ينزل من على الجبل وفعلا لما نزل من الجبل جبل الله جبل حريب أو جبل سيناء شاف منظر غريب عجيب مريع طبعا مخيف جدا وأثارت غضب موسى غضب مقدس ومسك اللوحين اللي مكتوب عليهم الوصايا العشر وضربهم في الأرض وانكسرت الوصايا يعني اللوحية الشريعة وطبعا اللي شاف المنظر اللي شافوا أنه الشعب عم بيهلل عم بيرتل أو عم بيغني وعم بيرقص يعني الرقص هنا رقص الوثني اللي بيتخلى له الإباحية مع الشرب والسكر أيضا والأصعب من هذا كانوا صنعوا إله إله مصر اللي هو العجل من الذهب هارون أخوه لموسى أخذ كل الذهب من الناس وصاغوا بالإزميل وطلع منه عجل وما يسمى العجل الذهبي وهذا طبعا ضربة كبيرة وصدمة كبيرة بعد ما شافوا قوة الله العجيبة كيف أنه الله أخرج شعب إسرائيل من أرض مصر من أرض العبودية بقوة خارقة ضرب أرض مصر بضربات كثيرة عشر ضربات وفي نفس الوقت اللي كان بيدرب فيها مصر كان بيحمي الشعب وهكذا الرب كان موجود مع الناس في البرية أعطاهم مي من الصخرة أعطاهم المن والسلوى يعني الخبز واللحم في البرية شافوا قدرة الرب شافوا حضور الرب شافوا معجزات الرب وبما أنه موسى طلع شوي على الجبل وتأخر فابتدأوا يرجعوا لآلهة مصر حقا أنه النفس خطاءة والنفس أمارة بالسوء فعلا طبيعة الإنسان الساقطة طبيعة مخيفة جدا وعندما رأى هذا الشيء موسى قال من للرب فإليه فطبعا يعني كل الصبت بتاع موسى اللي هو صبت لاوي جاء لموسى واللي عمله طحن العجل الذهبي وذراء على المي وشرب الناس وبعدين اضطر أنه في سبب التأديب الإلهي ضرب كانت ضربة عظيمة على الشعب لكن اللي لفت انتباهي أن موسى لم يوجه النظر نظر الناس إلى شخصه مع أنه موسى يعتبر واحد من أعظم الأنبياء في العهد القديم يعني هو النبي الوحيد اللي الله كلمه وجهاً لوجه ومع كل هذا لم يأخذ أي مجد أو يوجه أي كلام لشخصه لكنه كان حريص أن يمجد الله وأن يقدس الله فكانت كلمات موسى من للرب مش من لموسى والرب يعني النبي واليوم بتشوفه كتير يعني كأنه الله ينصر دينك أنا بتبع هذا الشخص فلا لا لا وجه كل الأنظار للرب والشيء الثاني في العجيب في هذا الموضوع أنه الأمر بغض النظر أنه أي شخص تاب أو رح لصف موسى يعني أنه صف الرب الله كان بيعفي عنه من الضربة فكان السؤال من للرب فإليه يجي لعندي أنا وفي حادثة تانية شبيهة اللي هو بعد موسى جاء واحد اسمه يشوع بن نون وهذا كان مليان بروح الرب وبعد ما وصلوا إلى سهول مؤاب طبعا بعد رحلة أربعين سنة والله قضى على كل الجيل القديم معدى كالب ويشوع وكل الجيل الجديد يعني من عشرين سنة وأصغرك اللي بقي في البرية لما عبروا سهول مؤاب والأردن جاءوا لمنطقة اسمها الجلجال والجلجال أصبحت المركز الديني لأنه كان فيها خيمة الاجتماع أصبحت المركز العسكري لأنه كان احتلال أرض كنعان من هذا الموقع من الجلجال وكان أيضا المركز الروحي يعني والإدارة في كل شيء لكن قبل ما يبتدوا يخضوا أراضي كنعان وأول بلد المحصنة كانت أريحة فيشوع طبعا راح يصلي مكتوب أحبائي وإذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده فصار يشوع إليه وقال اسمع هل لنا أنت أو لأعدائنا فقال كلا بل أنا رئيس جند الرب والحادثة بتشوفها في يشوع إصحاح 5 والآية 13 والآية 14 يشوع عاوز يتأكد من حضور الله معهم ويبتدي يأخذ أرض كنعان كما الله وعد لأن أرض كنعان كانت شعوب وثنية فيها رجاسات ونجاسات كثيرة وكانوا يقدموا الأطفال ذبائح للآلهة ومارسوا شذوز جنسي فضيع لدرجة أنه الرب أعطاهم فرصة 400 سنة ولكنهم لم يتوبوا فقبل ما يدخل الأرض يشوع عاوز يتأكد يعني بكلمات أخرى بيتكلم مع ملاك الرب أنت مع صف مع أي صف أنت مع أي جهة والجواب العجيب كان نيذر ولا أي حزب ولا أي شخص كلا بل أنا رئيس جند الرب يعني أنا لا مع شعبك ولا مع كنعان أنا بمثل الرب وفعلا كنعان أخطأت والرب أدانها وشعب إسرائيل أخطأ والرب أدانه ضعفين لأنه الله لا يشمخ عليه ما يزرعه الإنسان فإياه يحصد أيضا فالله ما عنده أحزاب ولا عنده ديانات ولا عنده شعب مفضل على شعب لما طلب من يونان أن يذهب إلى نينوى نينوى تابت والرب أعفى عن نينوى وهكذا أحبائي معاملات الرب لكن كان مهم جدا أن يشوع لازم يدرك أنه عم بيتكلم مع ملاك الرب حضور إلهي قال له زي كلمات التي قيلت لموسى عندما تقابل مع الرب على جبل حريب جبل الله قال له اخلع نعلك بيتكلم مع موسى وهون ملاك الرب يتكلم مع يشوع اخلع نعلك من رجلك لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدس ففعل يشوع بكلمات أخرى أحبائي الله ما عندهش يعني أحزاب ولا عنده أديان ولا عنده طواف بل بصراحة مكتوب النفس التي تخطئ موتن تمود البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية حاش لي أن الأمة التي تخطئ عني أبيدها عن واجه الأرض وفي العهد الجديد منشوف شيء كمان شبيه يحنى تلميذ المسيح قال ليسوع هذه الكلمات رأينا واحدا يخرج الشياطين باسمك فمنعناه لأنه ليس يتبع معنا فقال له يسوع لا تمنعه لأن من ليس علينا فهو معنا في لوقع إصحاح 9 والآية 50 في مرقص إصحاح 9 والآية 39 مكتوب فقال يسوع لا تمنعه لأنه ليس أحد لاحظ الكلام ليس أحد يصنع قوة باسمي ويستطيع سريعا أن يقول علي شرا يعني إذا أنت مع الرب يسوع المسيح صعب أنك تقول أي شر على يسوع المسيح ونحب باقي التلميذ كان متعصبين شوي يعني شفنا واحد عم بيخرج الشياطين منعناه ما هواش من التلميذ الاثني عشر أجاب يسوع لا تمنعه لأنه يعني بكل صراحة ما ليس علينا فهو معنا يعني بكلمات أخرى هو عم بيستخدم اسم الرب يسوع المسيح كما قال في مرقص لأنه ليس أحد يصنع قوة باسمي ويستطيع سريعا أن يقول علي شر إخوتي وأخواتي الغرض من هذه الآيات التلاتة اللي اقتبستها سواء موسى قال من للرب فإلي أو سواء يسوع عندما سأل ملاك الرب هل لنا أنت أو لأعدائنا أو سواء كلام الرب يسوع المسيح لا تمنعه لأنه مكتوب أحباء من ليس علينا فهو معنا تعرفوا لما بطرس الرسول تكلم قال بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبولا عندهم كلام بطرس في أعمال عشرة كلام رسول بولوس في أعمال سبعة عشر كان بيتكلم يعني هون بطرس كان بيتكلم مع كورنيليس أممي روماني في أثينا كان بيتكلم مع الفلاسفة بولوس الرسول كان بيكلمهم عن الإله المجهول ثم قال أحباء أن الله هو خالق السماء والأرض إلى آخره بعدين قال هذه العبارة لأننا كل الناس لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد قال رسول بولوس أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة وفي نفس الإصحاح رومية 2 مكتوب لأن ليس عند الله محاباء فإذن الله يهم أو تهم الله النفس البشرية النفس غالي جدا على قلب الرب بغض النظر أحبائي إذا فهمنا طبيعة الله بتتغير كل أفكارنا وكل أسلوب حديثنا لما بنتكلم بكلمة الرب اتأكد أن روح الرب حي حاضر وهو الذي يبكت وهو الذي يجذب إلى يسوع المسيح لا تخف ما تخفش من الناس اللي بتستخدم وسائل أخرى من ثمارهم تعرفونهم تعرف حبائي أكيد كتير خدام رح يوافقوني خلال الخدمة شفت أشخاص يعني مرة شفت واحد هندوسي بيتصل فيي وكان بنته عليها روح شرير وكان السؤال طب كيف أصلي ابتدأت أحكي له أن الصلاة باسم الرب يسوع تعني الالتصاق يعني تعني الإيمان بيسوع المسيح أنه فعلا نغير حياتك وسكن قلبك عندما مهما طلبتم باسمي فذلك أفعلهم هذا الهندوسي طلب من أجل بنته والرب استجاب الله يعني كم من الناس اللي بحلم عندها أمراض وعندها ظروف صعبة جدا صلت وصلت وأنا أتكلم على ناس غير مسيحيين غير مسيحيين صلوا من أجل المرض باسم الرب يسوع صلوا باسم يسوع مع أنهم غير مدركين ولكن هذا الإيمان البسيط اللي من قلب بسيط ومن قلب طيب الرب يتمجد والرب استجاب تعرفوا تذكرت حادسي كنت مسافر في طيران داخلي في سوريا والطيارة كانت مليانة على الآخر وبعدين درجة حرارة كانت فوق الأربعين والحرارة شديدة جدا وكل الطيارة عرقنين وظروف صعبة صعبة وطبعا الكابتن واللي بيشتغله اعتذروا عدة مرات على هذا الخلل مش عاوزين الطيارة تطير لأنه خطر وإلى آخره وفي واحد كل شوي بيتكلم يعني كلام سفيه لا خلينا خلي الطيارة تطلع عشان إذا الطيارة وقعت اموت شهيد فطبعا بشكر الله أنه كان فيه امرأة كبيرة بالعمر سورية محجبة وطلعت عليه بازدراء قالت له منين جايب هذا التعليم هو ربك مين هو إلك انت هو ربك إلك انك انت تموت شهيد منين هذا التعليم الخاطئ منين هذا التفاهة اللي انت جايبها هاي الناس اللي بالطيارة بغض النظر شو دينها وشو خلفيتها كلهن لالله فيعني وبخته توبيخ شديد على فكرة انه رح يستشهد إذا الطيارة وقعت مع انه كانوا بكل أدب وكل احترام عم بقولوا معليش طولة روحك يا جماعة الطيارة فيها عطل مش عاوزين نطلع يعني لكن أحبائي اللي عاوز أقول إذا هذا الإدراك حتى غير النصحيين بيدركوه بتذكر أحبائي في ست في البلد اللي أنا عايش فيها مسلمي وهذه الست عندها أولاد أشرار أشرار وكانت دايما كل ما تشوفني ماشي في الشارع تقول لي أخ نزار الله يخليك صلي من أجل أولاده بقولها ليش قالت لي أنا بعرف إنه إلهك بيسمع صلاتك قلت لها طب صلي أنت كمان باسمه صدقيني بيسمع لك صلاتك عارف أحبائي كتير مرات هاي يعني كتير مرات بتستخدم الناس اسم الرب خطأ وبتستخدم تعبيرات بشكل خطأ كأنه الله عنده أحزاب كأنه الله عنده ديانات كأنه الله عنده ناس وناس كأنه الله بيهتم بناس لكن ما بيهتمش في ناس إحنا شفنا إنه الله لا يقبل الوجوه الله مش بتبعم السايرة ولا تهادن الله بيحب الجميع سواسية الله بيحب كل البشر بيحب المسلم بيحب المسيحي بيحب اليهود بيحب البوذي بيحب الكنفوشي بيحب حتى الملحد بيحب كل الناس لكن فعلا فيه طريقة إلهية اللي الله بيتعامل مع هذا الطريق هو من خلال يسوع المسيح أنا بتكلم عن يسوع لأنه أنا أؤمن أنه أغير حياته كلمة الله بتعلمني أنت حر تتكلم عن ما تريد بس أنا بحترمك وأنا بحبك وأنا بآمن أنه الله له مخطط رائع لحياتك وأنه أنت مش صدفي وأنه هاي الديانات اللي بتشوفها في هالأيام كل اختراع البشر بس الله عنده طريق وإن شاء الله في حلقة تانية أنا مرتب أنه أتكلم في حلقة عن ما هي مواصفات الديانة الأرضية فترقبوا هذه الحلقة بكرة كمان مش رح يكون في تأمل بكرة يوم الأحد يوم العبادة بفضل أنه الكنيس هي اللي تتكلم مع الناس لكن نرجع يوم الأتنين بنعمة الرب خلي نظرك فوق خلي نظرك خلي نظرك على الرب وقول يا كل اليوم يا رب بغض النظر شو خلفيت وشو ديني أنا للرب أنا أنا للرب للرب مش لأي شخص آخر الرب يبركك شو خلفين vielleicht دوني شوährt شو ت узيرة